السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المتابعين اليوم عندنا موضوع جديد حول ساعة هواو جيدي 2 ألا وهو كيفية تبسح الأوجه المضافة أخو بعض الأوجه عندك معطوبة ما تظهر لك بخانة الأوجه شون أمسح هاي الأوجه شون أمسح الأوجه لما تقبل تنمسه شون أمسح الأوجه اللي أصلا ما قعد تظهر دي نزلتها آني بالكوستوم طريقة جربناها سابقا موجودة طريقة في أسفل الوصف شون أمسح هاي الأوجه زايدة هعلمكم هاي الطريقة فتابعوني بالبداية لاحروح على تطبيق الصحة بعد ما أشاء تطبيق الصحة أروح على واجهات الساعة لاحقول لي المزيد بعد المزيد لاحروح على الخاصة بي أو كلمة مايد بالانجليزي حسب اللغة ما الجهازك لاحروح على قائمة اللي بيها لأطلعك الأوجه الخاصة بي هاي الأوجه الخاصة بي تلاحظون عندك أي واجهة سودة تريد تمسحها مجرد أنه بصورة طبيعية تقدر أضغط عليها هاي هاي الساعة وهاي الموبايل هاي الساعة وهاي الموبايل من أجي مثلا من أجي مثلا سألنا هذا الوجه من هذا الوجه ما أضلف كشم بين شاشة سودة ما أعرفه آني؟ لحظ لي جوا لحظ لي جوا أقول لإستخدام هذه الواجهة تغيرت هاي الواجهة ما أعرف هذا الوجه إذا أريد أمسحه سأمسحه من دليت بالفوق نأتي على وجه ثاني نرجع مثلا لدينا هذا الوجه شوك شان صار تضلل هاي الساعة أرجع مثلا لدي هذا الوجه هاي الساعة سأقول لإستخدام تحولت لدينا هاي الساعة جيد أمسحه من فوق هاي الواجهة عندك من فوق سأضغط على كلمة دليت سأقول لها تريد الحذف سأقول لها تأكيد مسحه تحولت على اللي قبله هاي بالنسبة إلى الأوجه المضللة اللي شاشتها سوداء هل يمكن أن تظهر صورة لهاي الأوجه حاليا لا يمكن أن تظهر صورة في الوجه داخل التطبيق لأن انت أصلا منزل الوجه من خارج التطبيق سوات لكسم وضبته من خارج التطبيق فما موجود إلى صورة نهائيا هاي الطريقة تقدر تعرف كل ثيم أو كل وجه وشيلوا صورته بالساعة سوي لها استخدام وجه لا تعرف إنه هذا شكله عجبك بقي ما عجبك سوي لدليت من فوق إما الأوجه المحطوبة اللي أصلا ما لاح تظهر لك أو تكون على شكل فراغات مثل ما ملاحظت في الفيديو هاي الفراغات شون ألغيها من تضغط عليها ما تمسح نهائيا ولا تقدر تتحكم بها حتى لو تدوس قامة تحرير جوة أو إدت نهائيا ما تقدر تتحكم بها شين الطريقة اللي أقدر آني من خلالها أفسح هذه الأوجه نجي على آخر وجه الوجه اللي قبل الفراغ هذا الوجه اللي قبل الفراغ أضغط عليه وأفسحها حتى لو أنت كان مهم عندك وتريده أكيد عندك الفايل اللي نزلت من عنده هذا الوجه فتبسح الفايل أو الوجه اللي قبل الفراغ من تبسحها لحيبقى اسم الفايل نفسه ولكن يصير الوجه اللي كان مختفي ترجح تبسحها مرة ثانية لحيمسح الوجه ويختفي عندك الفراغ وضحت الصورة ملخصة إنه تبسح الوجه اللي قبل الفراغ تبسحها أول مرة إذا مسحتها أول مرة لحيصير عندك بدل الوجه هذا المسحته الفراغ تبسحها مرة ثانية سوف يختفي الفراغ. إذا لم يختفي الفراغ من ساحة مرة ثانية امسحها مرة ثانية. نفس الوجه نفس الكتابة. ساحة ثلاثة فرات سوف يختفي. سوف ترتب عندك الأوجه وتختفي عندك الفراغات الموجودة بالتطبيق. وكذلك الأوجه المختفية التي لم يكن لها اسم. وملخص الكلام أي وجه تريد تبسحها. الآن داخل أوجه الساعة بالتطبيق. فهنا عندك تلاحظ هنا سودة ما عادة امسحها الآن مخصصة بالساعة الثيم. سوف أمسح هذا الوجه. اجعل لي قبله. هذا اللي قبله. امسحها. سوف أقول له دليت. ارجع. تلاحظ. يوجد فراغات. لا يوجد فراغات. ترتبط الفراغات. لو بقت بعدي الفراغات. ارجع امسح نفسه اللي مسحته آني. اضغط عليها هذا اللي عادة امسحها آني. سوف أجعله دليت. نمسحت. بهاي الطريقة نقدر نمسح الفراغات. حتى لو اكثر من فراغ. تبسح اللي قبله مرة مرتين. الى ان ينمسح. هاي هي الطريقة لمسح الفراغات والأوجه المهطوبة. لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك للدعم. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار اكتب لها جواب تعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.